لو عاوزين تعرفوا ايه هو الملف السري لعالم مارفل السينمائي خليكم معايا أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من الفيلم تيفي النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة وحاجة غريبة شوية وهتهم كل الناس المهتمين بعالم مارفل السينمائي وهو الملف السري لهذا العالم الغريب طبعا كلمة الملف السري هو كلمة أو اسم أنا أطلقته على الحاجة اللي أنا هتكلم فيها وده لأنها مهمة جدا وحاجة هتعرفنا الدنيا ماشية ازاي بعد كده خاصة بعد اللي شفناه مع لوكي وانفجار الخط المقدس أو الطايم لاين المقدس وظهور تفرعات أخرى كتيرة جدا نتج عنها أحداث أخرى أكيد هنشوفها في العمال اللي جاية في عالم مارفل السينمائي ايه بقى حكاية الملف السري ده؟ في البداية لازم نتكلم على حاجة مهمة لأن كل اللي شفناه قبل كده سواء في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة كان لعب عيال من الآخر الموضوع كان يعني مجرد تمهيد للي احنا هنشوفه دلوقتي وعلشان نقدر نفهم اللي جاي بقى لازم نرجع للكوميكس وطبعا أنا ما كنتش أعرف أي حاجة خالص عن الكوميكس وبالتالي قررت ان أنا أراجع وأفهم الكوميكس بيحصل فيه ايه وتأسيمات العوالم بتاعة مارفل عاملة ازاي؟ ومن هنا لازم نروح لعالم مارفل في الكوميكس مارفل بشكل عام هي أيمة على عوالم وازية وخطوط زمنية مختلفة ده الأساس بتاعها وكل عالم أو كل مكان موجود في عالم مختلف لوحده وكل الكلام ده هيوصاني للنهاية فخليكم معايا ومحدش يتوه مني ولو في حاجة وقعتوا فيها تقدروا ترجعوا تاني في الفيديو وتكملوا تاني الكلام كل اللي هقوله دلوقتي كل الناس اللي قررت كوميكس عارفينه أما الناس اللي ما يعرفوش الكوميكس مش هيكونوا عارفين أنا هتكلم في ايه دلوقتي والموضوع ده مهم جدا علشان كل الناس تكون فهمة الأحداث بتاعة مارفل الفترة الجاية هتكون عاملة ازاي وليه إحنا دخلنا في العوالم الموازية والأكوان المتعددة المخزة من الموضوع ده إيه؟ المخزة إن عالم مارفل السينمائي قررت إن هي تعتمد على تعدد الأكوان اللي موجودة عندها قريدي في الأحداث بتاعتها وتبدأ تطبق الموضوع ده في عالم مارفل السينمائي من خلال الأحداث بتاعته واللي إحنا شفنا التمهيد له في لوكي وطبعا في واندا فيجن اللي بدأت نوعا ما تبقى قيمة على الموضوع ده الكون الأولاني ده مرتبط بالكوميكس أحداث الكوميكس كلها بتحصل في هذا الكون وهو إيرث 616 أما الكون الثاني وده اللي حصل فيه أحداث عالم مارفل السينمائي بخصوص الأفينجرز واللي مكمل معانا بعض الأحداث لسه طبعا المرحلة الرابعة مش باين قوي الأحداث بتدور فين بالزبط لكن الفيزي الثالثة أو عالم مارفل من خلال الأفينجرز حصلت في الكون الخاص بإيرث 19 أربع تساعات يعني 199999 أما الكون الثالث وده اللي بتحصل فيه أحداث الإكس من اللي إحنا شفناهم قبل كده زمان الإكس من الأجزاء الأديمة وده في الكون ألف وخمسة أما بالنسبة لأحداث سبايدر مان الأديمة الأديمة اللي مش مرتبطة خالص بالأفينجرز دي حصلت في إيرث 96283 أما بقى بالنسبة للكون العادي اللي مفيش فيه أي أبطار خارقين أو أي فيلينز أو أي حاجة لها علاقة بالقدرات الخارقة ده موجود في الأرض العادية بتاعتنا والأرض دي واخد رقم في عالم مارفل باسم 1218 طبعا العالم ده أو الفيز الرابعة هي قيم على السحر بشكل عام والموضوع ده بيدفعنا نحن نفكر ونشوف ونقول هل ممكن نشوف السيكريت وور في المرحلة الرابعة ولا لا طبعا السيكريت وور اللي ما يعرفهاش هو اجتماع كل الأبطال سواء الأفينجرز سواء الإكس من ومعاهم هيكون فيه أشرار دكتور دوم ومعاهم طبعا البيوندرز البيوندرز دول كائنات فيه كائنات عملتهم علشان يقضوا على الأفينجرز والكائنات اللي عندها قدرات خارقة مش أكتر والحرب دي بتدور فيه حاجة اسمها السيكريت وور في مكان ما على كوكب ما وأحداث وتفاصيل كتير جدا ده مش وقتنا نحن نتكلم عنها ومحتاجة شرح كبير جدا وهنا نيجي للنقطة المهمة جدا واللي على أساسها احنا عاملين الفيديو ده الملف السري لعالم مارفل السينمائي احنا عملنا تقديمه الأول فيها مجموعة من الأكوان المرتبطة بمارفل والأكوان ديت كل كون منهم فيها أبطال خارقين وبالتالي كل كون منهم عمر الأبطال دول ما يلتقوا مع بعضهم تماما خليكم معي لحد الآخر خلاص عمرهم ما يلتقوا يعني الإكسيمين عمرهم ما يقبلوا الأفينجرز والأفينجرز عمرهم ما يقبلوا اسبادرماني القديم مش اسبادرماني بتاحهم بمعنى آخر إن لوكي أو مسلسل لوكي هو كان بداية لكل الأكوان ديت ده تفسيري إن مسلسل لوكي وتفجير الطايم لاين الأساسي أو الأصلي وظهور تفرعات أخرى نتج عنه أكوان أخرى وطبعا حاجي تاني أقول نقطة مهمة جدا والنقطة ديت يمكن أنا كنت شرحتها وحابب أقولها تاني مسلسل لوكي ولما شفنا الشخصيات الأخرى ل لوكي هم مش موجودين في نفس الخط الزمني هم موجودين في أكوان أخرى وكل كون ليه خط زمني ونفصل عن التاني وبالتالي لما حصل موضوع التيفي إيه وكل تيفي إيه شايف من وجهة نظره إن أي عالم تاني هو ملوش علاقة بالعالم بتاعه وبالتالي لازم نفيه والقضاء عليه ده اللي حصل في لوكي وبالتالي لوكيز الكتير اللي إحنا شفناهم سواء بقى سيلفي أو لوكي أو لوكي الطفل أو التمساح أو الرجل العجوز وكل النازل كلهم موجودين في أكوان تانية وكل كون ملوش علاقة بالتاني والأحداث ماشية فيه وشغالة وهنا بنيجي للنقطة المهمة جدا وهو إن عالم مارفل عاوز يلمي بقى كل النازل كلهم في تايم لاين واحد ويبدأ اتخلقوا مع بعض ده اللي واضح نوعا ما من الأحداث بتاعة مسلسل لوكي طبعا ده هبدأ أنا بهبدو معاكو وممكن ووارد جدا يبقى الهبد ده حقيقي وهيحصل كمان لكن النقطة الأهم إن تفجير فكرة تفجير التايم لاين هو أوجد البقية الحاجات دي كلها وبالتالي على اعتقاد الشخصي إن لوكي لما هرب من 2012 لما خد التسركت والتيفي إيه خدته هو وصل لمكان المكان ده هو المفروض برا الزمن وبرا المكان وبالتالي ممكن يكون ما قبل الأحداث دي كلها وبالتالي ممكن يكون لوكي وصل للمرحلة اللي فيها قبل أو نشأة بقى الكون بداية نشأة الكون وتوزيع الأكوان والشخصيات والنازل كلهم فهو مع تفجير التايم لاين فجر كل الشخصيات فجر بقى الناس اللي عندهم كوا خارقة طلع الإكسيمين طلع سبادرمان القديم طلع كل الناس دي وبالتالي وارد جدا أن يكون فيه التقاء ما بين كل السبادرمان الكتيرة زي ما شفنا في بعض التسريبات وبعض الأخبار المنتشرة أن سبادرمان بتاع نسخة الأولى والنسخة الثانية هيتقابله مع بيتر باركر النسخة الثالثة اللي مع الأفنجرز وارد جدا وارد جدا يكون فيه فيلم خاص لسبايدرمان في المالتي فيرس زي ما شفناه في الكارتون اللي معمول وارد جدا كمان نشوف تاني آيرون مان وارد كمان نشوف تاني ثانوس لأن ثانوس وارد جدا يصحى تاني في مكان تاني وفي مكان آخر عادي جدا لكن قصة ثانوس دي لها قصة مختلفة بعيدة شوية ما ينفعش يكون موجود في كون آخر لأنه هو مرتبط بالأتيرنلز ودول برضو قصة تانية هيكون لهم فيديو منفصل تماما لكن احنا دلوقتي في الملف السر المارفل وايه السر في فكرة الأكوان المتعددة السر زي ما قلنا إن عالم مارفل أصلا قايم على الأكوان المتعددة وكان بديه جدا إن هو لازم يستغل الموضوع ده علشان يطبقه بالطريقة دي وكل الأحداث اللي حصلت قبل كده كلها بتمهد للموضوع ده وأي حاجة شفناها قبل كده ما بتجيش واحد في المية قصاد اللي جاي فاللي جاي أكبر بكتير وفكرة إن كانج دا كانكر هو الفيلن الكبير بتاع الأحداث ديت يعني ما نقدرش نقول إنه هو بشكل مباشر لأنه فيه شخصيات أخرى موازية لي وأقوى منه فهينا التساؤل الكبير اللي أنا بطرحه عليكم وهو هل فعلا التيفي اي أو المكان اللي موجود فيه لوكي دا المكان اللي قبل الأحداث كلها ما تحصل يعني كأنه رجع بالزمن اللي ورا وبدأ بقى إيه يعني يفجر الأحداث يعني لوكي في نفسه ذات نفسه يعني هو الأساس في تفجير كل الأحداث دي كلها ووجود كل الأكوان المختلفة ديت بالأحداث بتاعتها وبالشخصيات بتاعتها طبعا دي بتحصل في مرحلة معينة هل هو كان عارف إنه هيعمل دا ولا لا هل ما يعرفش كل دا مش مفهوم ومش واضح لكن الهدف الأساسي في الملف السر لعالم مارفل السينمائي هو أن احنا نوصل لهذا التساؤل المهم المرحلة اللي جاية إن شاء الله في مجموعة من الفيديوهات كل فيديو بيناقش حاجة لها علاقة بعالم مارفل السينمائي من خلال الشخصيات وفكرة ظهور الحاجات دي ولا مش هتظهر وفي نفس الوقت هنبدأ كده نمشي تباعا مع مرور الأحداث اللي جاية يعني إحنا عندنا المفروض في شهر تمانية اللي جاي عندنا وات إف وات إف هو بره الليلة شوية وبره اللعبة هو مجرد مسلسل للتسلية وممكن ما نعمل لهش مراجعة بس أعتقد إن المراجعة بتاعته هتبقى قوية جدا مش بالنسبة لي بالنسبة للمسلسل لأن المسلسل وات إف هو بيتكلم عن ماذا لو حصل كذا ماذا لو كل المخاوف بتاعت تونس سارك تحققت إن التكنولوجيا بتاعته وقت في حد في إيد حد شرير وحاجة تانية كمان ماذا لو إن كابتن أمريكا هو مش راجل هو ست اللي جاي بقى في شهر تسعة ده مهم جدا وهو شانك شي وهنا نيجي للسؤال المهم جدا وده أهم سؤال دلوقتي لأنه هو هتبني عليه أحداث تانية كتير وهو هل فعلا كانج دا كانجر هو الفيلين الرئيسي في المرحلة الرابعة ولا هو مجرد فيلين عابر كده وفيه واحد تاني أقوى بكتير هيظهر في خلال الأحداث محدش يقول لنا إن هو دكتور دوم لو قلنا دكتور دوم يبقى إحنا هنرجع لنظرية السيكرت وور وهنرجع للنظرية وده طبعا أكيد هيأكد الكلام بتاعي إن فكرة انفجار الأكوان أكيد كل الشخصيات الخارقة للطبيعة هتتلاقى مع بعضها سواء إكس من أو فانتاستيك فور أو أكيد طبعا الأفينجرز لكن طبعا فانتاستيك فور لسه ما ظهرش لحد دلوقتي وهم شغالين على الموضوع ده هيظهر إمتى مش معروف وهل هو هيبقى مسلسل ولا فيلم كل الأحداث ديت مش مفهومة ومش واضحة لكن الأكيد لو دكتور دوم ظهر يبقى لازم فانتاستيك فور يظهر المهمة دي التفاصيل مش عازين ندخل فيها عشان ما نلقبطش نفسنا أنا السؤال محدد هل كانج دا كانكر هو الراجل الفيلين الأساسي في هذه المرحلة ولا في حد تاني لسه ما ظهرش ياريت أعرف رأيكم في الكومنتات ويا رب تكون الحلقة عجبتكم ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشيروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد في الفيلم تيفي كان معاكم مصطفى مازن موسيقى موسيقى موسيقى